وحدة المؤمنين الله الذي يبني جسده أو يبني هيكله لاحظ في رسالة بولوس إلى أفسوس الرب صالح اليهود والأمم لنفسه في شخص المسيح يسوع مسؤوليتنا أن نحرس أن نحافظ أن ندافع عن هذه الوحدة فالوحدة هي شيء طبيعي في مخطط الله لأن أساس الوحدة هو الرب والروح القدس الذي وحدنا في شخص يسوع المسيح والكنيسة هي القناة هي الأداة هي الرسالة هي الشهادة لتوصيل هذه الوحدة يعني ليس شيء من نتعلمه لكن شيء من طبقه على حياتنا تعرفوا حبائي بيتكلم عن نعمة الوحدة في هذا الإصحاح في الآيات الأولى من الإصحاح الرابع بيتكلم بقول أن نجتهد أن نحفظ الوحدانية وحدانية أو وحدة الروح يعني نحط كل جهدنا كل طاقاتنا كل مسؤولياتنا أن نخلي هاي الوحدة اليوم الناس اللي بتنادي في الانقسام والنزاع وبيختلفوا على أي سبب بينقسموا من كنيسة لكنيسة هذا لا يمجد الله بالعكس هذا بضر واللي بيتمجد في الموضوع هذا هو الشطان حان الوقت أحبائي أن الكنيسة تنتفض من هذه الانقسامات على فكرة الرب يسوع رح يرجع لكنيسة منتصرة وكنيسة متحدة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة كنيسة ممجدة كنيسة منتصرة كنيسة لا غضن ولا دنس مقدسة من جوة ومن برة كنيسة بتعكس المسيح على الأرض هذه هي نعمة الوحدة اشتركوا في القناة